طيب قول ابو حني شوف احنا احنا نقول نقيم الفريق وفق الظروف اللي عيشها عشان ما نكون احنا يعني خلنا نقول نكيل بمكيالين على الفريق ونطلب اكثر من المرحلة او اللي هم اللي عيشونا هل مهر الدوري موجود عند الاهلي لا مش موجود عند الاهلي طيب هل الثالث والرابع او الخامس يحتاج مهر ما يحتاج مهر فبالتالي انت اليوم اعتقد ممكن الجولة الثالثة او الرابعة كان لنا حديث عن الاهلي قلت وقتها لازم يرحل هاسي لازم يرحل اللي جاب اللعيبة هذولي واللي قرر ان يجيب هاسي زعلوا الجماهير الاهلي وان احنا ممكن نضغط ونضغط على الادارة ادارة هذه جاي شايفة عارفة وضع النادي الاهلي هي كانت شريكة جزء من المرحلة السيئة اللي مر فيها النادي الاهلي قبل الموسمين العدد اللاعبين اللي يتكلم عنهم وبركان اللي خسرهم الاهلي في فترة الاستاذ ماجد الماضية تقريبا 16 او 17 لاعب رحل من النادي الاهلي من سخار ومن لاعبين الفريق الاول فبالتالي انت جزء اخطأت مش عيب لعيب انك تستمر في الخطأ انت جيت للمرحلة هذه المفروض انت صاحب تجربة صاحب قبرة المفروض عارف المشكلة اللي يعاني منها مالية للنادي الاهلي ما في اي انا بالنسبة لي على الاقل الى الان الاصلاحات اللي يحتاجها النادي الاهلي لا ارى منها اي مؤشرات هل انت اليوم على مستوى اللاعبين الاجانب ما حالطلب منك تجيب بعشرين وخمسين بثمانين مليون انت تحتاج لعيبة تخدمك في الخانة اللي انت تبغاها مباراة المصر الاخيرة اربع لاعبين اجانب فقط من ضمن السبعة في القارطة واحد منهم النقاز اللي لا يمكن مبارتين او ثلاث مباريات شارك مع الفريق فبالتالي انت مقومات النجاح او الاستقرار نسميها اللي يحتاجها النادي الاهلي ما وفرتها للاعبين على مستوى جيد ولا حتى زمان احنا كنوا نتكلم عن القيمة اللي يحملها الاهلي في الضغط للمنتخب وعدد اللاعبين لازم نكون صادقين الاهلي ما عنده حتى على مستوى اللاعبين المحليين لاعبين مؤثرين فبالتالي الفريق اللي انت الطالب ان يكون بطل ما عنده مقومات او المهر مو موجود هذا محتاج عمل ومحتاج صدق مع الادارة الملاحظة اللي تكلم عنها ابو تركي انا بالنسبة لي اضم صوتي له لانه انت فوزك لمبارتين يخليك تعطي شعور انه فريقك جاهز واحنا عدنا وحن نافس مو صحيح هذا الكلام انت بالعكس لازم وقت الفوز تكون اصدق من وقت الخسارة ما تحط الاعذار على الشماعة لانه انت لازم تقول انا عندي واحد وثنين وثلاثة واربع من المشاكل مقومات الفريق تتكلم عنها بكل مصداقية ليه لانه انت اي خسارة هترجعك لنقطة الصفر من جديد تالي الاهلي المقومات هذه كلها مو موجودة السومة انا في وجهة نظري محتاج في هذه المرحلة مش لاعبين على قلتهم من فئة الملايين محتاج محاربين في الملعب انت ما تملك محاربين في الملعب السومة شكرا ممكن يخدم فريق ثاني ممكن هو كلاعب ما انتهى بس انا في وجهة نظري عمر السومة مع الاهلي انتهت صلاحيته المرحلة اللي يعيشها النادي الاهلي تحتاج مقاتلين مش مكابرين على المرحلة اللي هم اللي يعيشونها ولا لاعبين ممكن يلعب اليوم ينصاب وبكرة وبعده مش موجود مع خارطة الفريق فبالتالي الصدق مع جماهير الاهلي انه الاهلي ما هو الاهلي اللي هم اللي يعرفونه ولا هو الاهلي اللي اليوم يقدر ينافس على بطولة الدوري لا على مستوى محترفين الاجانب ولا على مستوى المحليين ولا على حتى مستوى الكاجر التدريبي اللي موجود وانه فوز مبارتين ممكن يعطيك المكابرة ان انت تقول لا انا اختياري في هاسي صحيح ترى مش عيب تغلط عيب استمرارك في الخطأ وانا في وجهة نظري الاهلي ممكن يقدم وفق العناصر اللي موجودة الحين احسن من ما يقدمه لكن مشكلته في هاسي وهذا اللي احنا قلناه يمكن في ثالث او رابع جولة ولازلنا نشوف نفس المرحلة الاهلي ما كان جيد الموسم الماضي ولا الموسم الحالي لكن الفرق في 12 جولة اللي احنا نشوفها كان الاهلي بسوءة او خلنا نقول بالعمل اللي لا يتماشى مع تطلعات جماهيرة كان في المركز الثالث اليوم انت شوف الاهلي الاهلي اليوم في المركز التاسع ب15 نقطة فرق كانت العام 23 نقطة في المركز الثالث اليوم انت حتى بدايتك متعثرة ومستوىك متعثر حتى عملك كادارة مثل ما تفضل بركان استقطباتك في الصيف ما كانت جيدة قراتك للفريق ما كانت جيدة فبالتالي لازم جمهور الاهلي يعرف هذا الموضوع لازم الادارة تتعامل مع هذا الموضوع بكل صدق اما اذا طلعت للادارة وقالت ولل الظروف والفريق عليه انت اذا فيه ترسبات قبل ما انت تجي عليك انك تتخاطب الوزارة لان هذا عمل الوزارة في كيف تستحصل هذه المبالغ المالية اللي مأثرة على النادي الاهلي انت ما انت قادر ما حتجورك تروح وتترشح على كرسي الرئاسة مراتك مراتك